موسيقى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك القدوس المؤمن المهيم من السلام الذي لا تأخذه سنة ولا ينام نحمده سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا دين الإسلام ونشكره جل وعلا أن جعلنا من أمة من بعث رحمة للأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صلي عليه وعلى آله الطاهرين الكرام وصحابته البررة الأعلام وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد أحبة في الله وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة من حلقات برنامجكم ونيسرك لليسرى ذكرنا في حلقة سابقة أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسانية عموما بالإسلام ولكن يهدي الله سبحانه وتعالى إليه من يشاء فالهداية من الله سبحانه وتعالى وذكرنا أن تعاليم الإسلام جاءت بكل ما هو أو بكل شيء فيه خير للناس ولسعادة الدنياهم ولسعادة أخرى خصوصا من انتسب إلى هذا الدين فعليه أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى أكرمه به ووفقه إليه فعليه أن يتمسك كل يوم بتعالمه هذا الدين بل أن يزداد تمسكا يوما بعد يوم بتعالم دينه من خلال كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد علمنا أنه جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه كل ما يدم أي شيء فيه عجز أو فيه كسل أو فيه خمول أو فيه ضعف بل أن الإسلام جاء ليحث على الحيوية والنشاط والجد والاجتهاد في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة حتى كان سنة عمر رضي الله تعالى عنه ربما علم من الرجل كثرة عبادته فيجده دائما متعبدا في المسجد فيأمر الناس بالخروج للإسترزاق ويقول قد علمتم أن السماعة لا تمطر ذهبا ولا فضة يحثهم على الجد والحيوية والاجتهاد في طلب الرزق أخذا بالأسباب بطبيعة الحال فالمسلم لابد أن يظهر القوة وأن ينبذ الضعف بل يخرج القوة من الضعف في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان حتى لا يطمع العدو فينا متى يطمع الأعداء في الإسلام والمسلمين يطمعون فيهم إذا لم يظهر المسلمون القوة في كل أحوالهم ولذا حتى في أمور الحرب قال الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومعانى النصر من الله سبحانه وتعالى ولكن لا بد من إعداد القوة ولا بد من إعداد كل شيء ينبئ عن القوة ونبد الضعف والعز والكسل والجمود والخمول فلا بد للمسلمين أن يظهروا القوة خصوصا في بعض الأزمنة التي يتكالب فيها أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين كما تتدعى الأكل على قصعتها كما قال صلوات ربي وسلامه عليه فعلينا أن نظهر القوة بل أن نزيد من إظهار القوة في بعض الأزمنة أو في بعض الأمكنة التي ربما يريد أعداء الإسلام أن ينظر إلى المسلمين بمنظار الضعف فعلى المسلمين أن ينتبهوا على المسلمين أن ينتبهوا لكل صغيرة وكبيرة وأن تكون حياتهم مملوئة بالقوة كل أحوالهم في شتى الجوانب في كل الجوانب الاقتصادية وغيرها من الجوانب الدنيوية والأخروية في العبادات كما سنعلم إلى غير ذلك فالله سبحانه وتعالى أو أن هذا الإسلام في تعالمه جاء يحث المسلمين على هذه المعاني ولذا إظهار القوة هو الذي يجعل العدو لا يطمع في المسلمين عداء الإسلام لا يطمع على المسلمين إذا ما أظهر المسلمون القوة في كل أحوالهم ولذا كان يغتاض أعداء الدين من قوة صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يغتاضون لذلك بل أن الله سبحانه وتعالى أغاض بهم الكفار في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدين يمتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوهم من أتر السجود كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل قوة إظهار القوة وعدم إظهار الضعف حتى يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وهل يغتاض الكفار وأعداء الإسلام بمسلمين ضعفاء يغتاض الكفار ويدخل الرعب قلوبهم ويدخل الغم والغيظ قلوبهم إذا ما أظهر المسلمون القوة أما إذا لم يظهر المسلمون القوة فإن العدو يطمع فيهم كما وقع لسيدنا عمر بن عصح عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية فمنع الجيش من إيقاد النار قال فشكاه الصحابة الكرام من من كانوا حاضرين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجعه من المدينة المنورة فبرر سيدنا عمر وهو داهي رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه فقال برر قال حتى لا يرى العدو قلتهم فيطمع فيهم يعني أن النظرة التي كان يحملها الصحابة الكرام عدم إظهار الضعف أو القلة أو عدم الحيوية والجد والنشاط بالنسبة للمسلمين لأن ذلك عامل من عوامل طمعي أعداء الإسلام في المسلمين فخصوصا في هذه الأزمنة ينبغي أن نظهر القوة والجد والحيوية والنشاط في كل أحوالنا وهذا ما كان عليه صحابة نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بإرشاد منه صلى الله عليه وسلم حتى أنظر يعني حتى فيما يتعلق بالعبادة حتى فيما يتعلق بالعبادة ولذا يعني كانت انتصارات المسلمين كانت في رمضان حتى يعني الإنسان ربما إذا لم يأكل ولم يشرب وكان صائما ربما يظهر عليه بعض الضعف كما يقع لنا للأسف الشديد نقولها بمرارة في رمضان الضعف يظهر على المسلمين أكثر من أي موسم آخر مع أن انتصارات المسلمين كانت في ماذا؟ في رمضان فهو موسم للجد والإجتهاد وإظهار القوة فغزوة بادر كانت في رمضان معركة عين جالوت التي قضى فيها المسلمون على المغولة كانت في رمضان فتح القسطنطينية الذي كان سببا لزوال الدولة البيزنطية كان في رمضان إلى غير ذلك من المعارك التي خاضها المسلمون في رمضان وهم متلبسون بعبادة تمنع عنهم الأكل والشرب إلا أنهم يخرجون القوة من الضعف في عمرة القضاء من السنة السابعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه جاء في السنة السادسة ليعتمره وأصحابه فمنعه كفار قريش وقع ذلك المعروف بصرح الحديبية وكان من جملة بلوده أن يرجع في هذا العام إلى المدينة المنورة ويأتي في العام القابل فكان الحال كذلك عندما شارف المسلمون مكة المكرمة صار كفار قريش يستهزئون ويقولون سيطوف اليوم بالكعبة قوم أنهكتهم حمى يثرب يستهزئون بهم يقول أن المسلمون الذين جاءوا من المدينة المنورة والمدينة المنورة معروفة بالحمى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت وبركة الدعاء خرجت من المدينة ونقلت إلى الجحفة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت موبوءة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها فتصورهم ذلك بقي في أذهانهم وقالوا أن الطواف الذي سوف يطوفه هؤلاء القادمون من بلاد موبوءة حسب نظرهم سيطوفون وعلامات الضعف ظاهرة عليهم لأنهم جراء الصفر إلى غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سامع بمقالتهم فأراد أن يرشد الأمة في كل زمان وفي كل مكان أنه لا بد من إظهار القوة إذا أراد غير المسلمين من أعداء الدين أن يستهزئوا المسلمين وبضعفهم ربما أو بما يظهروا من ضعفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بحاله وقاله اطبع وأظهر عضده اليمنى التي تكون فيها عضلات منبعا قوة لمن يراها وأمر الصحابة الكرام بأن يرملوا يعني يسرعوا في الأشوات الثلاثة الأولى وبقي ذلك سنة وقال هذا في فعاله إظهر القوة فعالا وبالقال مرشدا أمته صلاة ربه وسلامه عليه قال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم باقي لجميع الأمة أنها مرحومة ما أظهرت القوة لعدوها أو على عدوها إظهارها فقط يدخل الرعب والغيطة في قلوبهم إذن لا يجب أو لا ينبغي على المسلمين أن يظهروا الضعف قوتهم بدينهم قوتهم من قوة إيمانهم من قوة عقيدتهم بالله سبحانه وتعالى والنصرة بالله سبحانه وتعالى وما جاء في كتابه وسنة رسوله الكريم صلواته ربي وسلامه عليه ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد سيدنا أبا دجانة الأنصاري وهو من أجزع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عندما اصطفى الطرفان لخوض المعركة في غزوة أحد يعني أتعصب بحصابته وخرج يمشي بين الصفوف مهتبخترا في مشيته خويلاء تكبر هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يراه في هذه الحالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخويلاء والتكبر في المشية ولا تمشي في الأرض مرحة هو شيء مذموم في الشرع ولكن هناك أشياء ربما تكون مذمومة في بعض الأحيان تكون محمودة خصوصا في مواطن الحرب أو إظهار القوة بدل الضعف فقال الله إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطع أو الموطن فإظهار القوة أمر مرغوب مشروع بالنسبة للمسلمين فعلينا في كل زمان ومكان أن نظهر ذلك وأن نجعل من هذه الصفة سلاحا في أيدينا نحن المسلمين يدخل الله سبحانه وتعالى به الغيظة والرعب في قلوب أعداء الإسلام ولذا يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب يعني المسلمون ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار لابد أن تكون مواقف المسلمين تغيظ الكفار لا تفرحهم ولا يطعون موطئا ولا يقفون موقفا يغيظ الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم بهم عمل صالح إن الله لا يدعو أجر محسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إذن زيادة على أن الله سبحانه وتعالى يعز المسلمين إذا ما أظهروا القوة والاعتداد والعزة بدينهم كذلك يأجرهم على ذلك سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا وأن يزيدنا علما آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا